أول قضية يطرحونها هي نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية دارون ودارون كما تعرفون في كتابه أصل الانواع ذهب لأن الخلق بدأ بخلق بسيط وأن هناك أربع قوانين طبيعية تنازع البقاء تباينات الأفراد الإرث الانتخاب الطبيعي ومن خلال هذه الأربع بدأت تتطور المخلوقات حتى حتى التساعد الملحدون يرون أن هذا تفسير كافي جدا لنشأة الخلق والوجود الكون وبالتالي لا نحتاج إلى البحث عن خلق أصل بارك الله فيك بالنسبة لهذه القضية فيها غاية التناقض لأنه هو قال أن نشأة أولا مخلوق من أنشأه الفكرة هنا أنك إذا رجعت بهذا الكون المعقد إلى شيء بسيط افتراض الصدفة فيه بقبول لا ما مقبول أكثر من افتراض الصدفة في الشيء المعقد مستحيل افتراض الصدفة في كل شيء مستحيل في الفرد وفي يعني يقولون يعني مخلوق صغير ممكن مخلوق من خلقه يمكن يخلق صدفة لا ما يمكن لكن هذا الكون الكبير مستحيل العقل مستحيل يعني هو شيء يثبت أن شيئا لم يكن موجودا ثم موجود يعني لما قال داوكنز هذا أن الموقف الطبيعي قبل نظرية داروين هو الإيمان والموقف الطبيعي بعد نظرية داروين هو الإلحاد ولو كنت موجودا قبل داروين لكنت مؤمنا هو يقصد أنه كان من الصعب أن يتصور العقل خلق هذا الكون المعقد صدفة لكن لما ردنا داروين إلى أن هذا الخلق بآليات معينة كان في أول شيء يسير جدا لم يحدث لنا داروين أي شيء لأن نحن نعرف أن الخالق واحد فرد صمد سبحانه وتعالى ولو رأى هو أن مشى العالم ذرة واحدة وقالوا هذه الذرة محدثة أو قديمة إذا كانت قديمة قل هي المحدث للكون وحين إذن تثبت لها الصفات وستبدأ في البحث عن تلك الصفات إلى أخير وكأنك أدلت وإذا كانت محدثة فمن أحدثها؟ نفس القضية الذي أحدثها إذن هو المحدث الدكتور مايكل بيه أستاذ العلوم البيولوجية في بالنسبة لنظرية داروين بالإضافة إلى تفاهتها من ناحية أنها ما لها أي ثباتية مجرد تصور أيضا لا تفيد شيئا بالنسبة بعد إذن بعض الناس يغضبون من المشايخ في مسألة تسفيهم لنظرية يقولون هذه نظرية قامت عليها جامعات ومؤسسات وعلماء كبار وأنتم في جلسة واحدة تقولون ما لها قيمة لأن القيمة لا تخفى على عاقل وهذه قيمة بين أيدينا نفس الشيء قامت مؤسسات على الجنباز وعلى أنواع من الرقص وقامت على كثير من الأمور التافية التي لا تفيد البشرية شيئا لكن نحن هنا نريد فقط بالتجرد العقلي نعم النظرية دروين تفترض أن هناك أصل للخلق تفترض أن هناك أصل للخلق هذا الأصل حادث نعم من أحدثه؟ نرجع النفس النقطة اللي بدأنا بنا شيء